الحقيقة يمكن خلينا أقول حضراتكم أن بيصل فريق الأول كمان عملت النهاردة مسحة طبية للكشف على فيروس كورونا داخل مقر الإقامة وإن شاء الله بإذن الله تكون نتجتها سلبية ويكون كل اللاعبين جاهزين للمشاركة في البطولة الكهرباء كان لي تصريحات على موضوع الماتش اللي جاي وقال إنه اللاعبت الأهلي مركزة بشكل كبير جدا على مبارات الدحيل ومش حتى في الحسبان وده الصح إنك تمشي خطوة بخطوة مهم ده يكون تفكير اللاعيبة إنك أنت تركز في ماتش الدحيل تتخطى نبقى نفكر بعد كده إن شاء الله في مواجهة باير ميونيخ اتكلم على إحساسه وعتقد ده إحساس كل فرد بينتمي للبعثة مش بس اللاعيبة مش بس نجو من النادي الأهلي اللي هيشاركه في الملعب لكن كل شخص موجود مع النادي الأهلي في المونديال بيعيش لحظة تاريخية لحظة مش هينساها لحظة هيحكيها ويتكلم عليها كتير جدا لكل اللي جاي وتكلموا الحقيقة عن يعني اللحظات التاريخية دي ومنهم كهرباء زي ما قلت لحضراتكم كل فرد شارك فيه مشوار بتاع الأهلي في المونديال أعتقد كتب نقطة أو سطر أو صفحة مهمة جدا طبعا في تاريخه ترجمة نانسي قنقر